ودلوقتي بقى نبتدي نقر تعليقات حضراتكم وتوقعات حضراتكم للمربع الدهبي حيضم أسماء أنية أربع منتخبات وزي ما توقعنا تقريبا تقريبا على الآل تلاتة منهم شبه سبتين في معظم الله بس بشي مربع الدهبي أو ممكن المربع الدهو من المنتخبات بعد نهاية الجولة التانية شايف النوع أقوى منتخب في البطولة حتى الآن يعني نبدأ بأبرز المعجبين كريم عمار قال البرازيلي منتخب برازيلي والفرنسي والبرتغال مع أسبانيا دول مفروض أنهم هيكونوا في المربع الدهبي من وجهة نظر مصطفى داود صباح الجمال عليكم بالترتيب البرازيلي فرنسا أسبانيا إنجلترا البرتغال الدولي بيقول أتمنى البرتغال تكسب البطولة عشان كريستيانو ناس كتير على فكرة كتأي لك إذا أصلا برضو حيبى برضو خير الختام لما ترتك يستحق على فكرة هذه النهاية بصراحة كريستيانو لا يعني مش فكرة أن تحبه أو تكرهه هو لعب أضح حياته كلها بموتة فاني بس يعني يصعب عليك يميسي بقى لو كريستيانو اللي فاز بالبطولة مع منتخب بلده ولا العكس أقولك على حاجة الواضح دلوقتي سيء لكريستيانو فهيبقى سيء مع النادي وحيبقى سيء في كاس العالم مش تبقى حلو لكن ميسي يعني كويس طيالي مع بي أس جي سوفاريا طارق صادق بيقول صباح خير على أحلى كريم ونهواند في الدنيا أقوى منتخب في البطولة منتخب البرازيل ثم فرنسا وأتوقع أن تحصل البرازيل على البطولة بص البرازيل فعلا أنا برضو من التوقعات بتاعتي يعني اللي أنا أمي لشوار سوفار برضو سوفار ما تقدرش يعني يتتوقع للقادم بس برازيل عمنا شغل محترم جدا في المونديال فرنسا كانت برضو من المنتخبات المتوقعة جدا كمان بداية المونديال لكن مع زي ما قلنا الأخبار عن كريم بنزيما وغيره من اللعيبة التقيلة أنها كانت في غيابات الناس كانت مقلقة شوية بس أنا بشوف فرنسا محسستناش أن فيه غياب لنجوم تقال عندها دي حقيقة كمان عادل صباح الخير من وجهة نظري شايف أقوى منتخب هو فرنسا والسلطان كوستاريكا برازيل والبرتغال وفرنسا وسامع صام التهطوي بيصبح علينا وبيقول أنا شايف أنه أقوى منتخب لحد الآن في كأس العالم هو منتخب البرازيل والبرتغال محمد أحمد عبد العظيم بيقول بالترتيب البرازيل أسبانيا فرنسا ممكن البرتغال وهولندا رجب عبدو بيتكلم أن البرازيل محمد صبرة البرازيل فرنسا نهائي حلو التوقع ده برضو ممكن على فكرة شوزي روبي بتقول البرازيل وفرنسا برضو وشعبان منصور البنة بيقول البرازيل طبعا شباك نظيفة علاء منصور بيقول فرنسا علاء نصر علاء نصر نفس التوقعات مالي هيسم إبراهيم البرازيل علاء بنزو البرازيل محمد خالد فرنسا والبرازيل أحمد الدولي برازيل سيد محمد البرازيل واو أنت متخيل الإجماع طبعا أمير العليان فرنسا والبرازيل وأيمن محمد الأسبانيا واكتفى بأسبانيا دي أول مرة حدوا لأسبانيا عمر طاهر فرنسا أحمد محمد برضو أسبانيا مصطفى علي برازيل أبو الدهب أسبانيا إسلام عيد بيقول فرنسا سيد أمين برازيل حتى الآن صباحكم نور وبتكلم مصطفى شوشة برضو البرازيل كويس جدا مصطفى دارش بيقول برازيل وفرنسا ومحمد خليفة بيقول أقوى منتخب في كاس العالم بالترتيب كده عشان أنا لسه صاحي وما فطرتش أسبانيا والبرازيل وفرنسا أوكي دكتور ولاء برضو البرازيل وأحمد عمران أنا شايف لغاية دلوقتي برازيل أسبانيا وفرنسا بتعلي ما فيش حد تتلع بره تلاتة دول يا شك صحيح ما دالي بقولك أكتر تلاتة فعلا متكررين مصطفى السيد صباحا خير على الأجمال واندو كريم أخوى منتخب في بطولة كاس العالم حتى الآن هو فرنسا أسبانيا البرازيل وأحمد عبد المجيد محمد بيقول أفضل الفرق حتى الآن هي فرنسا وأسبانيا والبرازيل ده بقى غامض جدا الاسم هو يعني اسم فعلا غامض أسبانيا وفرنسا ولوير مصطفى علي بيقول كده الترتيب برازيل فرنسا أسبانيا إنجلترا البرتغال إنجلترا قبل البرتغال لا إنجلترا ازاي قبل البرتغال ده توقع شوية مشكوك في أمره أسام حسن صباحا خير على أجمل كريم والهواند أجمل جمهور وأجمل نادي في الكون أجمل فريق هو البرازيل طريق مصطفى بيقول البرازيل ثم فرنسا أتمنى أن تحصل البرازيل على البطولة كريم السيد عمار صباحا خير على أبضل إعلامين في مصر البرازيل وفرنسا والبرتغال مع أسبانيا دول أربع منتخبات اللي حيكونوا في المربع الدهب إن شاء الله كأس العالم إلى البرتغال ومؤمن سمير بيقول البرازيل طيب أخيرا يوسف كاركر البرازيل إنعم راجح بتقول الثنائنا هواند وكريم صباحا خير يعني فرنسا وإسبانيا بص كده المتوقع بقى يعني ما خرقتش بره البرازيل وفرنسا وإسبانيا في ناس ضمت شوية البرتغال وفي ناس قالت أو شخص قال إنجلترا لا أنا أستبعد إنجلترا بصراحة يعني إنجلترا بهذا الأداء لا ليس الأفضل تماما أول مباراة مع إيران كانت مباراة قوية بس بردو ستيل مش هيدي لتحكم فيها لا على إيران ولا على إنجلترا يعني لأن بردو إيران لعبت كويس بس إنجلترا هي اللي فازت يعني ما تقدرش بردو تحكم بس بعد كده إنجلترا لم توفق معرفش بردو ترجع تاني تقول نقطة منتخب إنجلترا منتخب إنجلترا من أقوى مفروض أو إنجلترا من أقوى الدوريات لكن تيجي كمنتخب لا درجة على فكرة لأن معظم الفرق في إنجلترا أصلا محترفين يعني مش إنجليز فهي دي نقطة وكل واحد منهم مع بلده يعني مع منتخب بلاده ومع هذا في نوسخ سبقك برضو لا كان المتخب الإنجليزي كان مرة واحدة كريم أنا أتذكر مرة واحدة لا أسيبك من الفوز أنا مش بكلم على الفوز بالبونجيال حتى في اللعب لا المتخب الإنجليزي تور عمال عشان كابا أقولك أنا مش عارف هو إيه اللي حصل للموسم ده وعلى فكرة الكلام ده مش بس ينطبق على المتخب الإنجليزي هي أكتر من المتخب أسماء رنانا معرفش مش شايف المستوى زي زمان معرفش إيه اللي حصل يعني يعني هي إنجلترا أو المتخب الإنجليزي مش الموفق قوي في المونديال لكن ربما على سطول محلي أفضل بكتير